حين للزهر الوصي وراها حين للزهر الوصي وراها حين للزهر الوصي وراها حين للزهر الوصي وراها اهلا من نفض شف مني لا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه غاجعون صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأمة المعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة والسراج الظلمة وأبا الأمة عوحي وأعواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وأقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ومسلوب العمامة ظلمة وغدا أيها المذبوح من الغفا وغدا يا أبا عبد الله يمحيي الزواغ يبوح مصيبة مولاي الحسين بكربلا ها قصيدة لشيخنا الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي مصيبة مولاي الحسين بكربلا وصفوة وصفوة رب العرش نسل نسل الطائب مصيبة خير الخالق من ووالد وجدا 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 وصفوة قال قال فلهفي له ضمآن مستعر الحشا وحسين فلهفي له ضمآن مستعر الحشا يغلم حتى ما قل قيري شاربي فلهفي لهوذ خر من فوق مهره فخرت قاو الجود خرتي سائبي وبعد يشع وكملنا فلهفي لهو الشام ويقطع نحره وحسينا عنادا وكفرا غاقبا قيري غاهبي حزش من غاسة وشال فوج غاسسنان وزنب الحغة تعينا وتصيح يا عاطشة والله حزش من غاسة وشال فوج غاسسنان وزنب الحغة تعينا وتصيح يا عاطشة عاطشة يا خويا ضمان يا خويا جنها ضيب الحسن وعاين أحوال مرمي يا خويا على الثغة وانا بلا وال هلا خفية هذه الأصوات مرمي يا خويا على الثغة وانا بلا وال ها يحشن يا خويا عاطشان يا خويا وعانا تعاين للخيام ويبكي على النسوان وعانا تعاين للخيام ويبكي على النسوان وصيح من بعد تضيعي الزنب بينها العدوان يا حسن يا خويا مظلوم يا خو يا جد يا جد بات وضام من الوجد يا جد يا جد وكل شدة بعدها فغاج يا جد ونب حميك يا حماي الحمية يا جد ونب حميك يا حماي الحمية أعلم لكن ما الأمر لله ولا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظيم وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس يجمعين قال مولانا ومقتدانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا صدق مولانا ومقتدانا إبن رسول الله محمد احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا نحي أمر أهل البيت ونقيم هذه المجالس من أجل إحياء أمرهم فإحياء أمرهم لما نأتي إلى هذا الإحياء ما كانوا يريدون أن يحيوا ما كانوا يريدون منا لكي نقدم في الإحياء لذكرهم ثانيا لما نتقدم في هذا الإحياء الذي هو إحياء أمرهم ونقدم في هذا السؤال لما تريدون أن نحيي أمركم والآمر الذي نحييه ماذا؟ وهل أنتم أحييتم هذا الآمر؟ نعم لما يقصد الإمام الصادق عليه صلوات الله وسلامه عليه إحياء أمرهم إحياء ذكر الإمام الحسين هذا إحياء أمرهم إحياء مصيبة الحسين إحياء أمرهم مقابلا لكلام رسول الله رأيت من قوشا على العرش الحسين مصباح الهدى أو إن الحسين مصباح الهدى وبعد وسفينة النجاة ويرد الإمام الصادق يقول كلنا سفن نجاء لكن سفينة جدي الحسين أوسع وفي لجج البحار أسغع يريد أن يوضح لنا الإمام الصادق إن كلنا سفن كلنا نقضي الحوائج كلنا الله جعلنا حج جبريته وعلى بنا إلى سمو قدره فأسما بهم وشرفهم إلى أعلى درجات في السمو فجعل مرتبتهم فذي العرش خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين فذي العرش محمود وهذا محمد لما تدقق ذي العرش محمود وهذا محمد وترجع على روايا التي تقول أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد بل كلنا محمد وفي روايا أولنا علي وآخرنا علي أو وأوسطنا علي بل كلنا علي لذلك الحسين يقول كل أبنائي أسميتهم علي علي الأكبر وعلي زين العابدين وعبد الله غضيع اسمه علي لو عدوت لي ألف مولود ما أسميتهم غير يا علي يا ابن أبي طال فكلهم يمثلون بعضهم كلهم يمثلون البعض والبعض يمثل الجامع فيهم صلوات الله وسلامه عليهم فسواء تضعهم بأسماءهم يعني توزعهم في كل مكان أو تضع أسماء في البيت أسماء محمد وآل محمد فتذر عليك الأرزاق وتكثر عندك النعم بفضلهم كل شيء بيدهم كل شيء مصخر لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل شيء لهم ولا شبغا في الأرض إلا بإسمهم وذكرهم فلا تخلوا الأرض من حجة لو خلت الأرض من حجة لساخت الأرض بمن عليها لذلك تتذكر الإمام زين العابدين لما قتل أبيه الحسين وضع يده على الأرض وقال قغي واستقغي أنا حجة الله عليك وهذا لما قال المولانا زين العابدين لما قال أنا حجة الله عليك هذا كلام أبيه الحسين لما قال ما أريد أن تخلوا الأرض من حجة لما خرج زين العابدين يتوكع على عصاته وحامل السيف يريد أن يقاتل والله جعله بسبب مكان مريضا فقال له الحسين لا تخلوا الأرض من حجة أرجعيه أخي زين فلذلك كما ذكرنا كلما تحيي أمرهم كلما تذكرهم يكون لك فرج ويكون لك سبيلا ونجاة يكون لك فرج وسبيل ونجاة قد يأتي أحد يقول كيف يسأل أن تريد أن تقضي حاجة تريد أن يفرج لك قام ماذا تفعل تصلى على محمد وآل محمد وقيل أنه سؤل الإمام الحسن المجتبة كيف الإنسان ينسى وكيف يذكاغ عادة الإنسان سمي إنسان لأنه ينسى فغد الإمام الحسن المجتبة إنسان ينسى فإذا نسى شيء يذكر الله ويصلى على محمد وآل محمد فيتذكر هذا الشيء أيضا كما ذكرنا أيضا قضى حاجة كذلك عندك تريد أن يزيد في غزقك ذكرهم ما يوجد أفضل من ولا يوجد دعاء أفضل من وأنت تلاحظ دائما في صلاتك كل يوم كل يوم في غكوعك وفي سجودك وفي قيامك تصلي على محمد وآل محمد لأنه لا يقبل شيء إلا بهم كذلك لا يوجد دعاء أفضل من ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم بل إذا دعيت إذا قرأت دعاء ومو موجود ذكرهم ما فائدة هذا الدعاء لابد أن يكون ذكرهم موجود ذكرهم مشمول في هذا الدعاء وتقضى حاجتك بفضل محمد وآل محمد لما تمر على هذه الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي كل شيء حي بالماء والماء منين نسمع الماء هذا مهر فاطمة بنت محمد أو مهر فاطمة الزهراء فلذلك جعل الحياة ثانيا خلظهرا الماء لكن باطنا يرجع على محمد وآل محمد لما أكثرنا ذكرهم لأن الليلة المقبلة ولادة سيد الكائنات أشرف المخلوقات خاتم وخاتم الأنبياء بالقاسم محمد الله وآل وآل فنشهنئكم بهذا المولد العظيم وها إن شاء الله الليلة المقبلة نقيمها بفرح وسرور وكما نحيي أمرهم وكما إنه وغد عنهم شيعتنا عجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا وذلك هو إحياء ذكرهم ذلك هو إحياء ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فنرجع على النقطة الأخيرة إحياء ذكركم بماذا إحياء ذكركم بماذا نحييه وما الذي كان أفضل عندكم لكي يكون إحياء ذكركم قال إحياء ذكرنا ذكركم أبا عبد الله الحسين لما صار ذكرهم أفضل ذكر الحسين أفضل وذكر الحسين هو ذكرهم لأنه نفس الحسين هو رسول الله محمد أنه قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين وأبغل الله من أبغل حسين الحسين الحسين وما أدغاك ما الحسين ويحانة رسول الله الذي يأتي إلى أمه فاطمة باكيا أمه فاطمة لما يقبل جدي رسول الله يقبل الحسين في ثمه ويقبلني في نحو فأتى رسول الله فاطمة ما تحملت ما صبرت كيف تصبر وولدها الحسين كيف تصبر لأن كل مصيبتها كل مصيبة الحسين عند فاطمة لما أتى رسول الله قالت أبتاه يا رسول الله لما فعلت هكذا لما قبلت الحسن في ثمه وقبلت الحسين في نحو وهل رأيت شيء في ثم الحسين قال لا حاشا لكن لما قبلت الحسن في ثمه فموقع سم الذي يسغى من تلك الطاقية اللعين وأما لما قبلت الحسين هذا أيضا نشيب أيضا إلى زينب كذلك لما قبلت الحسين في نحو فموقع سيف ابن ذو الجرش موقع شامر سيف شامر هب أوداج ولما الحسين بقي مع زينب وحيدا فريدا قيل أنه زينب كما تسمعون قبلته في نحو وشمته في صدره فوجهت الجواب إلى المدينة لقد غدت الأمان أمه فاطمة الحسين يقول شعند شزينب ما الذي تخفين زينب قالت له أخي حسين أوصدني أمي فاطمة بوصايا لما أراك وحيدا فريدا قالت قبلي في نحره وشمي في صدره فلما قبلتك في نحرك فرأيت أثار سيف شمر بن ذو الجوش وأما صدرك فموقع حواف الأعوجي أين المنادي وحسين ومصيمت وفجعت عندش هذه المصيبة فاطمة وينش عن غزايا ولدك الحسين وينش فاطمة يقول الإمام الصادق مجتمع أثنان ثم في مصيبة جدي الحسين إلا كانت معهم جدتي فاطمة ها موجودة فاطمة يعني تصور أن فاطمة موجودة في المجلس لكن يا مؤمن شنون حالة فاطمة لما تكون في المجلس ويش مسوي فاطمة واضح يد على الله ويد على عينها المنطومة وبلسان الحال تصور لنا هذا الشاعر مع فاطمة هذه الليلة عندك حاجة تغضى إن شاء الله ها شجلين فاطمة قالت نحال ويحسن يبني 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 يمنغيت ذبحك ذبحني والله يمنغيت ذبحك ذبحني يسعدني يسعدني ابني يلتح ابني والله يلتح ابني أنا الوالد ذبحك واللل يؤ بمه مثبوح منها هي ما عزهغة الله ويحينك يا مؤمن بينها وطول الدهر وما بطل حزنها والله وطول الدهر وما بطل حزنها مشي يمصيب ويشيب الطفل منها سبعين جثب دور وشنها شفنا اليوم وتيجيب دفاني غا يفصلي يقسلها ويفصلك فان هان مشي فينا اليوم وتيجيب هالي عغيان اشحا لو تلعب عليه الخي الميدان هان والله تلعب عليه الخي الميد ايضا هذه قصيدة موجودة في كتاب الجمرة لملعطية الجمري مرة اتيت بهذه القصيدة احد المؤمنين اتى يحاججني هالصحيح هذه القصيدة هالصحيح انه يأتي الحسين بهذه الهيئة قلت له نعم صحيح ما هذه الهيئة قيل انه يأتي يوم القيامة الحسين جسد بلا غأس وقيل ان هذا المؤمن سأل احد المشائخ كذلك وقلت له انا كذلك ان الحسين لما اتى بجسد بلا غأس لكي يرى المؤمنين ان الحسين قتل ان الحسين نزع غأسه فصل غأسه من جسد اين المنادي وحسين فلذلك يأتي في المحشر امام فاطمة وامام هذا الملأ والمؤمنين وفاطمة موجودة ومعها ولدها الامام الحسين اجدوا له ولدي من هذا الذي جسد بلا غأس لقد غطى عنيات قلبي من هالذي شوف التحوى هلا تشعى بالروح جسمهم بالله يا عزيزي وكله يجروا بس ما نضغت السال يبني الدمع مسبوح اخبوني هل من يطع ينار العين من هذا الحسن من هذا الذي امامي صاح الحسن وتخجغات عين بالدمع والله هذا عزيزي حسين من لغاس ميط والله هذا يا فاطمة هذا ابنش لا قسل ولكفا ما هاده الدي داس شميه صدغى بالنعان هذا الذي داس شميه صدق بالنعاء وانذب حرامي مرتوى من ما يلزل ما قسلوه ولا لفوه في كفا يوم الطفوخ لا مد وعليه غدا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الآية المباركة بكم فتح الله وبكم يختم أما جسو أما نجيب يا الله يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه الأمة المعصومين بنيه شافي جميع المرضى أغضي جميع الحواج فرج جميع الهموم والقموم خصوص الحاضرين أحفظهم فردا فردا من يلوث بهم ومن سلنا ادعى اللهم اغضي حواجهم فرج مومهم شافي مرضاهم المؤسسين وفقهم لما تحب وتعضى اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين لموتانا وموتى الحاضرين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبق الصلوات حين للزهر الوصي وره أجد تحزان وغيدين عه أجد تحزان وغيدين عه أهلا من نفضك فمني ترامات